أنا أعتقد ما يجري اليوم في البحر الأحمر هو تضخين للواقع يعني لاحظ حرف مسار الوعي الناس والرأي العام العالمي لاحظ الآن هل بدأنا نهتم بموضوع غزة وما يحدث فيها من جرائم إبادة من قبل الصهاينة تقريباً تفكيرنا والتفكير للعالم منصب على ما يجري في البحر الأحمر هناك تضخين لما يجري في البحر الأحمر لحرف أنظار الناس ونجحت أمريكا تماماً والمجاز المستمرة في غزة طبعاً المعركة مستمرة في غزة، الإبادة مستمرة في غزة، الدعم الأمريكي مستمر في غزة واستطاعت أمريكا من أول لحظة أن تعلن عبر إعلانها من أول يوم وأنا كنت معك في حلقة سابقة وقلت لك أن أمريكا من أول يوم عملية الطوفان الأقصى استطاعت أن توظف وجودها في المنطقة بأن تقول نحن سنكون موجودين في منطقة الشرق الأوسط لمنع أي توسيع للصراع ومن أول يوم وثالث يوم عملية الطوفان الأقصى طلبت طلبت مئة وستة مليار تعزيز للبنتاج والأمريكي من الكونجرس الأمريكي وتمت الموافقة عليها من ضمنها 14 مليار للأمريكا لإسرائيل كل ما يحصل الآن من تفخيم لهذه الأعمال هو حرفيا لصالح أمريكا وحرفيا لصالح إسرائيل إسرائيل أصبحت عند هذا ريعان نحن نواجه إيران وأذرعتها في المنطقة وهذا خطر يهدد وجود إسرائيل وبالتالي يمنح الشرعية في مواصلة معركتها في غزة يضهم إلى أن أمريكا عطتها الشرعية للتواجد بقوة في البحر الأحمر بحجة حماية خط الملاحة البحرية لكن هل أمريكا عاجزة أن ترد بالعقل وبالمنطق أمريكا صاحبة القوة الضاربة حاملة طائرات زنهاور تحمل 300 طائرة من حد الطائرات العالم لا تستطيع أن تضرب منصات طلاق الصواريخ ولا تستطيع أن تراقب عبر عشرات طلاق مرة صناعية ما يحصل في الساحل اليمني الحوثي ورقة رابحة جداً لأمريكا وهي مستفيدة من وجوده بهذا الشكل وهي لا تريد أن تحد من قدراتها العسكرية إلا في إطار ما تريده يعني الآن هذا استثمار إعلامي رهيب جداً لما يدير في البحر الأحمر ونحن الآن نواجه هذا وفي اليوم اجتماع حيث الأمن سيتمها إدانا ونطالب يعني أمريكا تتحول إلى مراقب أمريكا تتحول إلى جمعية خيرية تدين وتراقب في هذا الإطار الاجتماع مجلس الأمن حول أمن البحر الأحمر بالتحديد يعني قراءتك للمخرجات هل سنشهد قراري شرعي لأمريكا يعني مهاجمة الإيمانية أولاً شكراً في إجابة لا نغفل التاريخ أمريكا هي الراعي الرسمي للحوثي وقلناها مليون مرة أمريكا وبريطانيا هي الراعي الرسمي للحوثي وهي من منعت تعريل الحديدة وهي من أوقفت معاركنا وأجبرت الشرعي اليمني على توقيع التواقص وكنا على أبوا مليون الحديدة وأمريكا هي من تريد اليوم فرض الحوثي كأمر واقع كسلطة سياسية بالضغط على الشرعي اليمنية بتوقيع أخر الطريقة التي لا تتناسب مع القرارات الأممية السابقة وهي من تسعى لأن نقبل بالحوثي كأمر واقع في اليمن كقوة سياسية مع أن نتعلم أنها قوة مرتبطة بإيران والذراع إيرانية وأنها مشروع إرهابي لاقل على القعدة وداعش ومع ذلك الأمريكا مستمرة في هذا الوضع إضافة لأن أمريكا نعود شوية للتاريخ مع إدارة بايدن الجديدة هي من رفعة من قائمة العقوبات في بداية إدارة بايدن وهي التي تمنع أخرجتها من قوة من الإرهاب من رفعة من قاومة الإرهاب وبالتالي أمريكا اليوم تجني ما صنعتها أو أنها راضية بالوضع الحاصل ماذا سيحدث من استرأمن الدولي؟ يعني عبارة عن إدانة عبارة عن تهديد عبارة عن وعيد هل ستردع الحوثي عن عماله؟ هل ستمنع الحوثي عن عماله؟ فقط هي مؤشرات فقط لن تؤدي إلى نتيجة كما يتوقع البعض كيف يمكن حماية المياه الإقليمية والدولية من كل هذه القرصة من عبث الميليشيا الحوثية؟ يا أخ الكريم في مثل بسيط قالوا لا تكافح البعوض جف المستنقعة يعني بالله عليك القوات المسلحة اليمنية إحنا الشعب اليمين بنعاني إحنا بنعاني من هذه الميليشيا التي بمعانا قضية متعلقة بكرامتنا وبنظامنا الجمهوري وبمؤسساتنا الدولية وبمؤسساتنا الوطنية ومشروعنا الذي مرتبط بالنظام الجمهوري إحنا نحن نقاتل الحوثي من عشرين سنة ولدينا معانا مع هذه الميليشيات لماذا تمنعنا أن نخذ معركتنا مع هذه الميليشيات؟ وننهي هذه الجرثومة الخبيثة ونؤمن المنطقة يعني نستعيد وطننا ونؤمن المنطقة بكاملها لماذا تريد أن تظل في البحر الأحمر؟ الأمريكية تريد أن تظل في البحر الأحمر فقط نتركونا أن نخذ المعركة وسوف نجفف هذا المستنقع الخبيث سواء على خط السلاح للبحر الأحمر ونؤمن أو حتى على مستوى الداخل لماذا وضع السوق هلم واليوم بريطانيا؟ يعني أنت ليس ترسلي عشرات القطعة البحرية والبارد البحرية والمدمرات والسفن وهي تكلفة عالية يا أخي أترك اليمنين يستعيدوا وطنهم من هذه الجرثومة الخبيثة وما بالشي لكنك تجسري في البحر الأحمر وتسيطر على البحر الأحمر واليوم إيران أصبحت قوة إقليمية الآن بما يفعله الحوثي داخل البحر الأحمر أو وسط البحر الأحمر أثبت إيران أنها قوة إقليمية اليوم إيران وزر الدفاع الإيراني يقول البحر الأحمر حقنا ملكنا لن نسمح لأي أحد يتكلم بالبحر الأحمر هذا كله بفضل المليشيات الحوثية الرهابية التي أوجدت إيران كقوة إقليمية داخل المنطقة وأستطعت إيران أن تنقل الخطر من مضيق هرمز إلى مضيق باب المنطقة ما لديه السبادة وأبناء غزة من كل ذلك ولا أستود شيء اليوم الفرسطيني المازلت تعاني وأضاف الحوثي معانا جدا لليمنيين الدكتور عادل شمسان ذكر لك بعض التفاصيل التي تعلق بحركة السفن وتأمين الأضعاف وضعف أصبح التأمين صحيح مرحبا مرحبا